اشتركوا في القناة حضراتكو شايفينه في الصورة ده وكلكو طبعا عارفينه هنبدأ مع بعض بخطوات بسيطة بإذن الله بحيث ان احنا نقدر نعرف الباسورد القديم او نخمن الباسورد القديم قبل ما نعرف الطريقة اللي هتكون 100% نكحة مع حضراتكم بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة اتمنى الاشتراك في القناة واللايك للفيديو علشان الفيديو ده يوصل لغيرك لان فعلا الفيديو ده هيكون مهم جدا 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 السوفت وير اللي قدام حضراتكو في الصورة ده طبعا في ناس كتير جدا تعرف شكل السوفت وير ده ده الدي في ار الشعبي زي ما احنا بنسميه او زي الفنيين ما بيسموه طبعا لما حضرتك بتدوس كليك يمين وبتحتاج تخش على الابشن الخاص بالدي في ار بتحتاج تدوس على كلمة القائمة الرئيسية فطبعا بيطلب من حضراتكو باسورد طيب حضرتك لو نسيت الباسورد ده ومحتاج تعمل اعادة تعيين لكلمة المرور او اعادة تعيين للباسورد طيب هقول لحضرتك الاول ارقام تقدر تخمنها او هتكون هي عبارة عن مصدر باسورد للاجهزة دي او للسوفتات اللي موجودة قدام حضراتكو هنبدأ باول رقم نقدر نخمنه مع بعد وهيكون المصدر لأي جهاز من واحد لخمسة تلاتة اربعة خمسة وهنضغط انتر هنجرب الجهاز طبعا ما فتحش طيب كلمة المرور خاطئة زي ما حضراتكو شايفين هنجرب كلمة تانية زي كلمة بلانك بي ال ا ا ان ك وطبعا هندوس موافق طبعا كلمة المرور برضو خاطئة طيب ممكن نجرب ارقام تاني من ضمن الارقام المصدر اللي ممكن تصادف مع حضراتكو وتفتح معاكو بدون اي مشاكل وبدون اللجوء للطريقة اللي هي احنا قيلين عليها في اول الفيديو وباذن الله هتكون طريقة مضمونة مية في المية طيب ممكن نجرب رقم تاني زي واحد واحد اتنين اتنين وهندوس طبعا موافق طبعا كلمة المرور برضو خاطئة طيب الجهاز ده كده مش عايز يقبل معايا اي كلمة مرور او اي باسورد من الباسوردات اللي احنا قلنا عليها مصدر للاجهزة طيب الطريقة المضمونة اللي ان شاء الله هعرفها لحضراتكو في الفيديو ده وهتكون بنسبة مية في المية شغالة وبنسبة مية في المية تقدر تغير منها كلمة المرور وتقدر تفتح الجهاز وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه في اوبشن الجهاز نفسه هنيجي هنا بعد ما دوسنا كليك يمين واخترنا القايمة الرئيسية وفتح معانا هنا وطبعا المفروض هو منتظر نكتب كلمة المرور طبعا اول خطوة حابب اوضحها لحضراتكو عشان اكون صريح في شرحي وكون واضح في الشرح اني لازم الدي في ار يكون عند حضرتك موصله بالانترنت يعني حضرتك موصل سلك من الروتر للدي في ار يعني كده الانترنت تواصل للدي في ار طيب تمام دي اول خطوة تاني خطوة معانا النهاردة وهنمشيها خطوة خطوة وحاول ما تجريش الفيديو لان هي عبارة عن خطوات متتالية فاي خطوة هتجريها انت اللي هيديع منك الشرح كله بعد موصلنا الدي في ار بالنت هنا هنيجي هنكتب كلمة المرور بس مش هنكتب كلمة مرور حضراتكم شايفين علامة الاستفهام الموجودة في الصورة هندوس عليها كليك شمال عادي خالص مفيش اي مشكلة طيب تمام اللي فتح قدامنا ده هفهم حضراتكو بكل بساطة وبطريقة سهلة جدا كل اللي يهمنا في الصفحة اللي فتحت باختصار برضو علشان ما نطولش مدة الفيديو هو الرقم كي او المفتاح اللي موجود قدام حضراتكو في اخر الصورة تحت على الشمال طيب بعد ما الرقم ده فتح هقول لحضراتكو هنعمل ايه بطريقة بسيطة جدا كده من عند حضرتك لو عندك كمبيوتر او من الموبايل هتفتح معايا موقع هتقدر تكمل بقية الخطوات من خلاله يعني احنا كده لحد دلوقتي ماشيين تمام مقابل ان الدي في ار واصل على النت وظاهر قدامنا الكي او المفتاح او الرقم اللي قدام حضراتكو في الصورة تعالوا بينا نروح على موبايل بحيث نكمل الشرح وهنمشي لحضراتكو خطوة بخطوة نكمل الشرح مع بعضنا على الدي في ار زي ما حضراتكو ظاهر وبالنسبة للموبايل اللي ظاهر قدامكو هحاول اوضح اسم الموقع ده بحيث ان حضرتك تخش تكمل معايا الفيديو من خلاله الموقع اللي ظاهر قدام حضراتكو اللي احنا فاتحينه على الموبايل ده CCTVWIKI.com تمام ده الموقع اللي احنا هنستخدمه في بقية الشرح بعد ما الموقع فتح مع حضراتكو بالشكل اللي انتو شايفينه هنا كده بنفس الشكل ده هنيجي هنا على كلمة كود او الخانة اللي مكتوب عليها انتر سيف كود اور كي وهنا كلمة سوبر باسورد تمام خلي الشرح واضح بحيث تكون كل حاجة واضحة في الفيديو طيب هنا كلمة كود هندوس عليها وهنبدأ نكتب الكود اللي ظاهر قدام حضراتكو في الشاشة ده تمام اتمنى ان يكون الشرح واضح هنبدأ نكتب الكود اللي ظاهر قدام حضراتكو في الدي في ار واللي احنا وصلنا فيه لحد الخطوة دي وقلنا نروح نكمل على الموبايل طبعا هنبدأ نكتب الكود من خلال الموقع ده وهو هيكون في خانة انتر سيف كود اور كي وتحتها فيه خانة سوبر باسورد هنيجي هنا في خانة الكي نفسها او الكود هنبدأ نكتب الكود اللي ظاهر معانا في الصورة قدام حضراتكو في خانة الدي في ار هنبدأ نكتب الكود بطريقة بسيطة جدا وهو عبارة عن تسعة تسعة تمانية اتنين تسعة سفر سبعة سفر زي ما حضراتكو شايفين الكود اللي احنا كتبناه على الموقع هنا هو هو الكود اللي ظاهر قدام حضراتكو لما دوسنا على علامة الاستفهام اللي كانت موجودة جنب كلمة الباسورد تمام هنا كتبنا الباسورد خلاص تمام والدنيا تمام والدي في ار واصل على الانترنت هنبدأ ندوس على كلمة سوبر باسورد بعد ما كتبنا هنا الكي في مكان الكود هنبدأ ندوس كلمة سوبر باسورد الجهاز طبعا هيحمل مع حضراتكو زي ما انتو شايفين من فوق اهو وهنستنى عليه ثواني بالزبط كده الجهاز حمل مع حضراتكو او كلمة الكي كود اللي احنا كتبناه طبعا حمل مع حضراتكو هنبدأ ننزل تحت كده في الصفحة نفسها بعد ما حملت هنبدأ هنا نلاقي بعد كلمة سوبر باسورد زي ما حضراتكو شايفين مكتوب التاريخ ومكتوب الوقت اللي موجود معانا على ال DVR زي ما حضراتكو كنتو شايفين دلوقتي ومكتوب هنا السوبر باسورد والرقم اللي قدام حضراتكو 395 375 طيب الكود ده او السوبر باسورد ده نكتبه فين تعالوا نعرف مع بعض احنا كده جبنا الرقم اللي قدام حضراتكو في الصورة ده طيب بعد كده هنا هنطلع من الخانة اللي احنا كنا موجودين فيها هنا هندوس على كلمة الغاء خلاص احنا مش محتاجين اي حاجة تاني وهنيجي هنا في كلمة المرور هنبدأ نكتب الرقم اللي الموقع الده هنا زي ما هو واضح قدام حضراتكو في الصورة هنا الرقم او الباسورد السوبر باسورد اللي الموقع الده هنا هيكون عبارة عن تلاتة تسعة خمسة تلاتة سبعة خمسة هنا طبعا هندوس على كلمة موافق وهنشوف الدي في ار هيبدأ يقول لنا ايه وايه الخطوات اللي جاية هندوس اوكي على كلمة موافق هنا الدي في ار بيقول لتسجيل الدخول بكلمة المرور المتميزة استعادة كلمة المرور تلقائي الى الوضع الافتراضي طبعا هنا هدوس له على كلمة موافق وطبعا الجهاز هيفتح مع حضراتكو بعد ما يراستر الجهاز نفسه هيراستر هيقفل مع حضراتكو ويرجع يفتح تاني بدون اي مشاكل وكله هكون واضح قدام حضراتكو في الصورة خطوة بخطوة طبعا الباسورد القديم اللي كان موجود على الجهاز اتمسح وكده مبروك عليك عودة الجهاز وتقدر تعمل باسورد جديد على الجهاز بعد ما تدي في ار فتح قدام حضراتكو وبدأ يشتغل عادي خالص بكل بساطة وما فيش اي مشاكل ان شاء الله هتقابلك هنا دي الاعدادات الاساسية بتاعته طبعا هتدوس له التالي وتعمل الاعدادات بس علشان مدة الفيديو مطولهاش على حضراتكو اكتر من كده فنكون باختصار شوية هنا هندوس الغاء وهنبدأ ندوس تاني كليك يمين علشان نظهر القايمة دي ونخش على القايمة الرئيسية هنا الجهاز قال لحضرتك ايه كلمة مرور وبرجاء تسجيل الدخول انا لو دست موافق فتح معك مبروك عليك عودة الجهاز والجهاز طبعا ما بقاش عليه اي باسورد خالص تقدر بقى تخش على الاعدادات المتقدمة وتخش على كلمة حساب وتقدر تغير الباسوردات اللي حضرتك عايز تغيرها من هنا بكل سهولة وان شاء الله هنعمل لحضراتكو برضا بحيث المعالج ده يكون واضح هنقدر نعمل لحضراتكو تغيير كلمة المرور احنا عندنا تغيير كلمة المرور للهيج فيجن وللهاي لك على القناة موجودين لكن ان شاء الله في اقرب وقت حاول اوضح لحضراتكو بقيت كل الشرح عن المعالج الشعبي او المعالج الصيني الشعبي اللي قدام حضراتكو كده الجهاز رجع مع حضراتكو شغال بكل سهولة وما فيش اي مشاكل خالص هتقابلك بإذن الله وتقدر تخش تغير الباسورد بس مش اكتر ده كان فيديو النهاردة وتمنى الاشتراك في القناة لايك للفيديو وانتظرونا في كل ما هو جديد ورحمة الله وبركاته